رفض مجلس الأمة في جلسته التكملية توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة جاء ذلك إثر تصويت المجلس على التوصيات الواردة حيث أسفرت نتيجة التصويت عن عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 20 عضوا من إجمال الحضور البالغ عددهم 45 عضوا كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكملية في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة إجمال الحضور وعددهم 59 عضوا ترجمة نانسي قنقر